أهلا بحراتكم من جديد مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وبرنامج الأهلي الليلة كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل سنة وقناة النادي الأهلي بخير بمناسبة مرور 11 سنة على تاريخ الإنشاء كل سنة وجماهير النادي الأهلي في انتصارات وبطولات بمناسبة الحصول على الدوري رقم 41 وهو الدوري الأصعب والأطعم والألز في تاريخ النادي الأهلي أعتقد ما فيش أجمل من دي مناسبات تنطلق منها فقرة الأهلي خط أحمر وعشان ما يتمش تفسير العنوان الغلط فبالتالي لازم نوضح أن الأهلي خط أحمر بالزبط زي الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع فهو الأهلي فوق جميع أبنائه الأهلي خط أحمر فالأهلي خط أحمر أمام جميع أبناء النادي الأهلي والمنتمين للنادي الأهلي سواء كان جماهير أو أعضاء جماعية عمية أو أجهزة فنية أو حتى إعلام منتمي للنادي الأهلي أو حتى مجالس إدارات النادي الأهلي لأن النادي الأهلي خط أحمر بتاريخه بثوابته بمورثاته ببطولاته بقيمه ومبادئه اللي مش ممكن أبداً أي حد منتمي للنادي الأهلي هنسمح له أنه يتجاوز الخط الأحمر وزي ماهنا مش هنسمح لأنفسنا أنه يتجاوز الخط الأحمر بالتأكيد مش هنسمح للآخرين بتجاوز الخط الأحمر المهمة صعبة بالتأكيد صعبة لكن الحقيقة الدعم اللي احنا لمسناه من كل العاملين في القناة وعلى رسوم الدكتور محمد العد وكمان السادة الأفواض الأساد ذاتنا اللي احنا بنتعلم منهم وعلى رأسهم البشمهندس عدد القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي وكابتن إسلام الشاطر والكابتن عبد حميد حسن ميدو وكل الناس الحقيقة بيدعمونا بشكل يخلينا نتطمن إن احنا إن شاء الله قد المهمة دي كمان الحفاوة اللي شفناها مبارح من بعد ما البرو متعرض على السوشيال ميديا وإننا في ثلاث ساعات نتصدر تويتر في مصر الأهلي خط أحمر سلاح الأهلوية ده أكيد مسئولية ومسئولية كبيرة جدا وكمان ثقة من الجماهير إن شاء الله نوعيتكم إن احنا نكون عند حسن ظنكم جميعا ونقدم حاجة تليق بالنادي الأهلي أنا الفارس وإيه مفهوم الخط الأحمر برضو للناس عشان ما يتخضوش من كلمة الأهلي خط أحمر مفهوم الأهلي خط أحمر هي حكاية بدأها مناضل وطني اسمه عمر لطفي لما جات له فكرة تأسيسي من نادي الأهلي سنة 1905 وما كانتش صدفة أبدا إن دي كانت نفس السنة اللي تولد فيها رمز من رموز الحكاية وهو مختار التيتش وفضلت الحكاية من رمز الرمز ومن بطولة لبطولة اتغير الرموز والأبطال بتوع الحكاية على مدار فصولها وفضل بطل واحد بس ثابت على مدار كل الفصول وهو جمهور النادي الأهلي الحكاية دي اتكتبت بلون واحد بس وبخط واحد بس هو الخط الأحمر بطولات النادي الأهلي في أعين منافسي هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه كل فرصك وحظوظك بتكمن فقط في محاولة اللحاق بمجد النادي الأهلي احنا هنا موجودين عشان نكمل مسيرة رائعة لناس قدمت كتير في قناة النادي الأهلي اللي بيتزامن ظهورنا مع عيد ميلادها وموصلتها قنوات كتير ظهرت واختفت رياضية وفضلت قناة النادي الأهلي احنا هنا موجودين عشان فيه توجه لدى مجلس إدارة النادي الأهلي ولدى القائمين على القناة برعاية دكتور محمد العد ولدى شخصيات عظيمة زي البش مهندس عدل القيعي واستاذ إبراهيم المينيسي اللي دون الدعم عشان خاطر وصلوا القناعة تم إن في ظل الجو الإعلامي الحالي صعب جدا تخلق كوادر إلا من خلال قناتك وإن شاء الله نكون على قدر المسئولية بكم وبجمهورنا ونكون على قد صفاتهم أكيد فارس خاصة الحفاوة اللي احنا شفناها من جمهور النادي الأهلي اللي بنحب نطمنهم إن البرنامج ده هيعبر عن أحلامهم عن أراءهم حتى عن انتقاداتهم اللي هي الانتقادات الموضوعية بالتأكيد وللها منطقية مش معنى أبدا إن النادي الأهلي خط أحمر فالنادي الأهلي فوق الانتقاد بالعكس ده ممكن جدا يكون النقد ده هو الخط الأحمر اللي بيصحح المسار عشان نعود كلنا لمبادئ ومورسات النادي الأهلي وبالتالي المكان ده اعتبروه نافذة لجمهير النادي الأهلي أصحابنا وإخواتنا اللي احنا منهم بالفعل وسنظل منهم وعشان كده أول فقرة في البرنامج مخصصينها لفقرة جمهور النادي الأهلي واحتفالات جمهير النادي الأهلي في كل حتة في العالم نطلع نشوفهم في رجعتهم معاصم نكم من مكة ببارك لنادي الأهلي على الدوري الوعدة واربعين أغلى وأحسن دوري في التاريخ وألز دوري بسم الجنيني مكم دولة الكويد ببارك للنادي الأهلي وجمهير لحصوله على الدوري الوحدة واربعين الأغلى في تاريخه ألف مبروك للنادي الأهلي إبراهيم التعمري أردني من أصل فلسطين في مدينة ماشستر من أمام من عبو ألترافور مبارك للنادي الأهلي أصوله على اللقب الواحد واربعين محمد سمير طبق مبروك علينا أغلى دوري في التاريخ محمد العواضي ليكوس ناجيريا مبارك لنادي الأهلي على الدوري محمد العواضي مبارك للنادي الأهلي مكسيكو مبروك للأهلي الدوري الواحد واربعين أغلى دوري في الوجود محمد نبهان من غزة فلسطين بحضة بارك لكل الأهلوية في العالم كله وإن شاء الله بطلاط الدوري تتكرر كتير محمد سلامة سبطنت عمان مبروك الدوري تتود أرابك للنادي الأهلي قوكم عمار Labr ألف مبروك للنادي الأهلي النادي القارن النادي الأهلي هدходит من فالسيكا محمد خطاب، خبر، مبروك للنادي الأهلي لدوري رقم 41 كانت أصعب بطول الدوري لذلك هي بقت أقرب بطول الدوري لقلب كل الأهلوية ويسا محارب، مطار نيويورك، بحب أبارك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة بأغلى وأعظم بطول الدوري في تاريخ النادي الأهلي من قدام جامعة مكماستر في وانتاريو كندا، مبروكي أهلي على الدوري الـ 41، أحمد بلاد عمر علي أحمد، بأكلمكم من جواتي مالا، ألف مبروك للنادي الأهلي لدوري الـ 41 من مدينة بازل بشار الجماهير الأهلي فرحتها، ألف مبروك عليكم يا أهلوية لدوري الـ 41 بشكي ناش فيك لحظة يا أهلي أنك هتفرح، حافظ حامد ألف مبروك للنادي الأهلي لدوري رقم 41، أنا زيد سنة والأهلي زيد دوري محمد بيبرس، مهندس مصر الديبوتي محمد العراقي، بل أردن، حدية العاصمة عمان حد أبارك للنادي الأهلي على الدوري الأمتع والأصعب في التاريخ، الدوري رقم 41 أهلي كي ناش فيك لحظة يا أهلي من أكتر من عشرين دولة أسامة، هدية فريق إعدادنا الرؤى وهديتنا لجمهور النادي الأهلي أرواح معلقة بالحب بتاع النادي الأهلي خارج الوطن مصريين وغير مصريين ومشغولين بحب النادي الأهلي وجواهم سعادة رائعة بحصول النادي الأهلي على الدوري اللي خلى رواد السوشيال ميديا يتفاعلوا مع الدوري ده نشوف برضو فيديو كده عن الدوري المصري ونرجع تاني نستعرض فقرات السوشيال ميديا إحنا أبطال مصر، الدوري الأهلي المصري هو اسمه كده، الدوري الأهلي المصري ما مش حاجة اسمها الدوري المصري بكرة القدم، هو اسمه الدوري الأهلي المصري اعتبروها بأي حساب الدوري الأهلي المصري أحمد عطيته طبعا فرحة مختلفة تماما الراجل أطلق على الدوري إنه اسمه الدوري الأهلي المصري أكيد فرحة لجمهير النادي الأهلي لأن كل جمهير النادي الأهلي حست بصعوبة الدوري ده وكل المعاقات اللي اتحطت في طريق النادي الأهلي عشان تبعده عن البطولة المفضلة للنادي الأهلي معانا برضو اسكرينات لمعظم رواد في السوشيال ميديا واللي مش حظه هيكون معانا المرادة أكيد هيكون معانا في مرادة جاية كتير هنبدأ بالأهلي اليوم أفضل مدافع في تاريخ مصر وأفضل مدافع القرى عبر التاريخ إنجازاته تعادل إنجازات أندية بعينها لعب اتخذ اللعب برجولة من هجله لا يخاف لا يخاف ولا يهاب أحد اسأله دروكبا وقته من يكون واق الجمعة القطب الثاني للكرة الأفريقية بعد النادي الأهلي بست بطلات دوري أبطال أفريقيا متفوقا على الزمالك ومازينبي وآخر من حمل دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي وأكثر اللاعب شارك في المرادة في تاريخ كاس العامل أندية مناصفة المعصام عشور وبطريقة برصيد 11 مباراة ده طبعا كان بمناسبة عيد ميلاد الصخرة والجمعة كل سنة وانت طيب يا صخرة لعبة الأهل العظيمة منتقل لها مر وعيد عبد الملك أو إحسان عبد الملك وهي بتقول محمد عبد الوهاب جيل بيرتو علي معلول مش بكات شمال دي عضلات قلب جمهور الأهلي تعبير رأي طبعا ومعانا المشاكس إسلام مهدي من أكثر اللعيبة في تاريخ النادي الأهلي التزام وصمت وغيرة على الفريق لما كان بيشارك وزي ما قال عليك البشمهندس محمد نجيب ده وماشت الأهلي ننتظرك في مكان محترم داخل النادي يا محترم وتكون خطوة الجونة مفيدة ليك بإذن الله طبعا محمد نجيب 8 سنين من الالتزام بيبدي رسالة لأي لاعب بينضم النادي الأهلي يعني إيه تكون لاعب مسؤول في النادي الأهلي ومن محمد التزام الشهير بمحمد نجيب نروح لبراهيم حامد وكان بيقول مبروك لنا مبروك علينا الدوري الأغلى في تاريخنا الدوري الأغلى لأن الأهلي تعرض لحروب وضغوطات الموسم ده لو أي فريق في مصر تعرض لنصها كان صارع من أجل البقاء لكننا وكالعادة حسامنا اللقب مبروك لكياننا الكبير مبروك للأهلي مبروك للإدارة مبروك للجماهير ومبروك لكل واحد منتمل الكيان العظيم مبروك لكل جماهير النادي الأهلي وده اللي بينقله عبد الرحمن محمد إن الفرق في العقلية جمهور عقله صور له إنه كسب الدوري من شهر فبراير وجمهور تاني كان بينه وبين الدوري تلات نقاط وكان بيحذر من الفرحة المفرطة قبل المطر وبيقول القرى ملهاش أمان إلا مع صفارة الحكم الحمد لله على نعمة العقل الحمد لله على نعمة العقل نروح لعزة رمضان واللي دايماً بيشوف بعض الأمور من منظور مختلف قال تسع ألقاب على التوالي من تسعة واربعين لتسعة وخمسين تلات ألقاب على التوالي من خمسة وسبعين لسبع وسبعين أربع ألقاب على التوالي من تسعة وسبعين لتنين وتمانين تلات ألقاب على التوالي من خمسة وتمانين لسبع وتمانين سبع ألقاب على التوالي من أربعة وتسعين لألفين وتمن ألقاب دوري على التوالي من ألفين وخمسة لألفين واربع تاشر وأربع ألقاب دوري على التوالي من ألفين وستاشر لألفين وتسعة وأنا نفسي أعرف إزاي إحنا مقصرين بقى في أن احنا نحقق 12 بطولة دورة متتالية لأن احنا نقدر ونعملها يا حسن نقدر إن شاء الله ومعليش فلاتت مننا 14 و15 ومن عزة رمضان لصوت العقل حسن فكري صوت حد لا يخشف الله لو ما تلائم متباينه طبعا بيقول طب الله عليكم إدارة الأهل تشتغل كده إزاي انتقدناهم كتير لكن الناس عاملوا رومونتاد على كافة الأصعيدة ومع ذلك في بعض الجمهير إحباط 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 تجديد في القناة تجهيز لغرفة اللاعبين على مستوى أوروبي تعامل في كافة الملفات بشكل أكتر من محترم مش مطلوب يا سيدي كلام حال ورغم إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله لكن لا تقل خيرا لا تقل خيرا أو لا تصمت الناس شغالة وبيحققوا كل ما يتمنى جمهور الأهلي وبما يليك بالأهلي ومحدش بيطلع يقول أنا عملت ولا سويت لا كده مش صح يا رجالة الناس لازم تأخذ حقها أقل حق ليهم نسيبهم يشتغلوا بدون تنظير عليهم وده رأيي أنا متفق معاه تماما لازم بالفعل آه في انتقاد ولكن لما يتحق إنجاز نهدى شوية بنغمة الانتقادات لأننا في النهاية كلنا وراء النادي الأهلي نروح لأيمن محمد وهو كتب ليه كتاب مشهور في كرة القدم فعشان كنا حنلاقي مصطلحاته مختلفة تماما يقول كما يحدث في الأساطير الإغرقية وكما برع ألفريد هيتشكوك في عالم السينما وفي موسم لن ينسى من تريخ الكرة المصرية وسيكون عبرة لأجيال وأجيال وقف العاقلين فيه دون أن يهتزوا تحت ضغوط وصراخ من لم يعرفوا قيمة وقامة الأهلي لا تقول الأهلي بطلا للدوري المصري بل قل الأهلي بيتا للدوري المصري يخرج الدوري من الجزيرة كي يكون زائرا خفيفا على البعض ولكن الدوري مكانه الجزيرة للمرة الواحد والأربعين مبروك لجماهير الأهلي أغلب تولد دوري الأهلي بيت الدوري المصري عجبني جدا مطلح الأهلي بيت الدوري المصري ومن أيمن محمد لصفحة ماجيكانه وهي بتنقل تصريحات الكابتن سيد عب حفيز خلال أوقات مختلفة من الموسم فبتاريخ 28-11-2018 الكابتن سيد عب حفيز أو سيد سيد زي ما أحب أنا ديه أنا ما يهمنيش مين هو بطل الدوري في نوفمبر ولا ديسمبر ولا يناير أنا يهمني مين بطل الدوري في اختام موسم 2018-2019 بطل الدوري إن شاء الرحمن هيبقى النادي الأهلي وفي نفس اليوم الكابتن سيد عبد الحفيز بيقول الأهلي بطل الدوري وياما دقت على الرأس طبور وفي 15-12-2018 بيكمل الكابتن سيد عبد الحفيز تصريحاته بيقول الليلة طويلة والسنة كتيرة جدا جدا خليك هادي خليك بارد بلاش تنفعل كتير يهمنا أنك تكون موجود معنا ما تبقاش بعيد ومع النادي الأهلي ما تقولش كلام ما تبقاش قده وفي نفس الوقت ما تحلمش حلم ما تعرفش تعيشه كان آساء أو كابتن سيد عبد الحفيز في 29-12-2018 بيكمل كابتن سيد عبد الحفيز ويقول ما زلته مصمما أن الأهلي سيكون بطل الدوري في نهاية الموسم في 24-7-2019 الأهلي يتوج رسميا باللقب للمرة الـ 41 في تاريخه التلميذ النجيب لمانويل جزيه أحد أهم أسباب التطويق الحقيقة الكابتن سيد عبد الحفيز أنا بسميه رجل الموسم تتطفق معا يا فارس اللي عايز يشوف خلطة فيها رحيق منويل جزيه وعبقرية كابتن سابت البطل الله يرحمه الإدارية يتفرج على كابتن سيد عبد الحفيز حابب أقول حاجة لجمهورنا الفقرة دي كان ترتبها مختلف في فقرتنا الأساسية ولكن احنا قلنا النهاردة لازم نبدأ بيكم لازم تكونوا أنتوا ضربة البداية بعد كم الحفاوة الغير مسبوك اللي احنا لمسناه منكم وإن شاء الله دايماً هتبقوا موجودين معنا سواء ببستاتكم أو فيديوهاتكم أو بتواجدكم هنا الدائم إن شاء الله وخلينا أقول أن أنا أصريت أن بست ماجيكانو يكون هو البست الأخير عشان كابتن سيد عبد الحفيز يكون مسك الختام في موسم ولا أروع للكابتن سيد عبد الحفيز اللي لما بيقول حاجة بيبقى عارف هو بيقول إيه ولما بيتوقع حاجة بيبقى بيتوقعها عن وعي ودراية وإدراك على عكس البعض لما بيتوقع حاجات بيكون عن طريق ممكن بقى ميول شخصية أو ما شابه ودي فقرة يا فارس خلي بالك من كلامك تعال نشوف كابتن رضا عبد العال في أحد التصرحات ونرجع تاني بس ستة عبد الرضا طول الموسم بتقولين يا زمالك بطل الدوري وما فيش أي ده أنا ما قلتش الكلام ده بجد؟ بس لا أنا ما قلتش ده كل دي المواقع اللي هي منتح لإسمي أنا بص أنا كنت مع ابراهيم فاي أستاذ فاتحي قلت الزمالك هياخده لكون فدرالية السنة دي والأهل هياخد الدوري ويبقى كده ده جمهور الزمالك ترادا وجمهور الأهل ترادا وكفى الله وشر الكتاب بالنسبة للمؤمنين ده خلاص ترادا وده ترادا كابتن رضا عبد العالم يقول أنا ما قلتش إن الزمالك هياخد الدوري مع ابراهيم فاي طب تيجي نسمعه كده ونتأكد هو قال إيه هقول لك على أسماء الفرق اللي هيلعابها الأهل اللي هيلعابها الزمالك اللي هيلعابها البيرامدز وتقولي توقعتك إيه النتائج بتاعتك أقول النتيجة النهائية وفقا لأساباتك كابتن رضا عبد العالم الزمالك بطل الدوري ب77 نقطة ييجي بعده في المركز الثاني البيرامدز 76 نقطة ييجي بعده في المركز الثالث الآهلي 75 نقطة قول بقى أنت عايز تقول إيه ملاحظة لو جرس كامل الفترة اللي جادي مش هيكمل 70 بط مش هيكمل 70 بط مشكلين يا كابتن رضا لما لو جي مدرب تاني أنا بقولك سهل جدا إن ياخد الدوري هو بقى إن كابتن رضا عبد الحاق حاب يقفلها خالص تعالوا نشوف توقع مين المدرب التاني اللي لو جابه دا الجرس الزمالك هياخد الدوري طب بصفة عم الزمالك السنة دي ياخد الدوري ياخد الدوري لو لو أنا بقى مختلف هنا مع أمير فحاج إحنا عايزين تدعيم واحد في في يناير الفترة اللي جاية جرس يمشي ويجي بدر التاني بلا شرية أنت مش مختنع بجرس وربنا ما تبص تعرف لو معنا خالد جلال كان زمان دلوقتي انت انت مضايع كما بنت سبعة صح؟ انت خسرت من النجوم تعديلت مع سموحة تعديلت مع بيتروجيت كده سبعة لو خالد جلال معاك انت كنت خدت السبعة بنت دلوه ده كان كابتن رضا عبدالعال اللي بنحب نقوله ونقول لأي حد طبعا احنا بنحترم من كابتن رضا عبدالعال وكل الشخصات اللي هتناولها لكن خد بالك من كلامك هنطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات الأهلي خطة أحمر هو أطرافك فقرتنا التانية داخل فقرتنا الرئيسية في الأهلي خطة أحمر هتكون أونسبوت تحت المجهر في الفقرة دي هنتناول الأمور الفنية بشكل مختلف من زاوية تانية خالص مختلفة عن اللي بتعرض وهي مواصلة لجهود الاستوديو التحليل داخل قناة النادي الأهلي في أونسبوت اللي معانا النهاردة في أول ظاهرة هو حمدي فاتحي عايزين نقول بس الأول أن احنا في ظاهر مضيئة كتير أو علامات مضيئة كتير في الموسم التاريخي ده فإحنا اخترنا ثلاثة منهم هنستعرضهم النهاردة عشان وقت للفقرة وكانت أول فقرة هي حمدي فاتحي هتكلمنا عن أرقام حمدي فاتحي الحقيقة حمدي فاتحي منذ انضمامه للنادي الأهلي في يناير وإصراره على الانضمام للنادي الأهلي أو البقاء في ناديه دي حاجة مهمة جدا لأي لاعب يا فارس أعتقد بيحقق بتكون احتمالية نجاحه في النادي الأهلي أعلى فكرة الإصرار على الخيار الأوحد اللي هو النادي الأهلي وده اللي لمسناه في حمدي فاتحي لو استعرضنا أرقام حمدي فاتحي هنلاقي أنه لعب الموسم ده على الدقيق لعب 2359 دقيقة سجل فيهم خمس أهداف والملاحظة يا فارس أنهم خمس أهداف كلهم بالقص صنع هدفين دقة التمريرات الأرضية 90% وده رقم كبير جدا لحمدي فاتحي خاصة إذا حطنا في الاعتبار أن معظم ثلاث حمدي فاتحي ما كانتش للجنب أو للخلف فيها رسك بالزبط كان التمريرات فارس كبير جدا فبالتالي لما نوصل لدقة 90% فأعتقد ده بيدينا مؤشر على قدرة اللعب على صناعة اللعب متوسط القرات أو عاد القرات المستخلصة كانت 359 بمتوسط في المباراة الوحدة 13.7 أو 13.7 وده من أعلى المعدلات في الدور يا أحمد على فكرة ده بيؤكد أن اللعب عنده قدرة قوية على استخلاص وعلى فكرة حمدي فاتحي فدنا كتير جدا في فكرة أنهنا لما كنا بسرعة استرداد القرى طبعا في سرعة الانقطار والضغط دائما مصايح منو الجزية ومجرد ما تفقد القرى أسرع وقت أن أنت تقدر تستعيدها في حمدي فاتحي مناسب للفكرة دي دي بالزبط الأهم بقى أن حمدي فاتحي عنده 30 محاولة عن مرمى فالس طبعا كل أرقام ولها دلالاتها فيا ريت تقول لنا أنت بقى دلالات الأرقام دي من وجهتنا أونس بوت على حمدي فاتحي فإن انعكاس الأرقام دي أن حمدي فاتحي السنادي لظاهرة غريبة جدا حمدي فاتحي من بعض انضمامه للنادي الأهلي النقاط اللي فقطها النادي الأهلي في مباريات معينة كانت التعادل مع الزمالك 00 والهزيمة من برامج 1-0 والتعادل مع الإسماعيلي 1-1 حمدي فاتحي ما بدأش أساسي في الثلاث مباريات ولم يفقد النادي الأهلي أي نقطة في الدوري شارك حمدي فاتحي أساسي في المباريات دي رقم أكيد وظاهرة رقم طبعا مميز جدا ولين عكاسه نفكرنا بظاهرة محمد بركات اللي دخل النادي الأهلي وقعد فيه عدد من السنوات 19 أو 10 سنوات مخرج منه ولم يتلقى هزيمها من الزمالك طبعا كانت النتائج بتبقى محسومة وإن شاء الله هنرجع لده قريب جدا بإذن الله نروح لأفريقيا نتائج الأهلي السلبية في أفريقيا بعد انضمام حمدي فاتحي اللي بعدين المباريات التعادل مع شبابة الثورة 1-1 الخسارة من سيمبة التنزاني 1-0 الخسارة من فيتا كلاب 1-0 الخسارة من ساندونز 5-0 حمدي فاتحي في ثلاث مباريات من أصل أربعة حقق فيهم من نادي الأهلي نتائج سلبية ما كانش مشارك فقط شارك في مباراة واحدة منهم عشان يكون حمدي فاتحي من أصل 12 مباراة أساسي مع النادي الأهلي النادي الأهلي فاز في 11 مباراة وحقق هزيمة في مباراة واحدة مش معنى كده إن حمدي فاتحي وجوده ضمانة لعدم تحقيق نتائج سلبية بس هي ملاحظة همة جدا تقحس في عين الأتبار في فعالية اللاعب وإزاي فعلا تبدأ تصنى في اللاعب كما لاعب مؤثر بدون مبلغة ونتمنى إنه يستمدى عن كده عشان كرت القدم عنوانها الرئيسي الاستمرارية أنا عايز أقول لك إن حمدي فاتحي في مباراة بيرامنس برغم الأداء الجاية اللي إحنا لعبناها حمدي فاتحي ما كانش أساسي ولما نزل الشروط التاني كان له تأثير إجابي جدا على أداء الفريق ودي طبعا بنستعرض محاراتكم أداف حمدي فاتحي وحمدي فاتحي بالرأس يعني علي معلول وعرضيات علي معلول نروح للأشق الأولين زي ما أنت عايز تقول طول نا بس عايزين نركز على نقطة برغم الجاودة أو أداء حمدي فاتحي الممير جدا في مركز ستة إلا إن الإدارة كمان دعمت مركز ستة بلعب أفريقيا بالزبط كده ودي السياسة اللي إحنا كنا بنطالب بيها في فكرة تجهيز البديل الاستراتيجي اللاعب بديل نوعي لعب غاب بيلعب لعب بنفس مواصفاته في نفس مساحة بيكونش التأثير على الفرقة كبير طبعا وده حنشوف أثره لأن تلاحم المباريات بيتأثر النادي الأهلي لما بيكونش في البديل الجايد وأعتقد النادي ألي حط ده بعين الاعتبار في صفقاته وأعتقد صفقات صحيح العدد أربعة لكن إحنا مش بناخد بالكام بقدر ما بناخد الجايد صفقات نوعية وبالزبط وبالتأثير احتياجاتك بالزبط وطبعا زي ما قلنا حمدي فتحي وأهداف الرأس وطبعا بما أن فيه أهداف رأس وقرات عرضية فلازم نروح لنجم القرات العرضية الأول حاليا في الدولة المصر وأنا أجزم أنه كمان في أفريقيا علي معلول كان برضو نقطة مضيقة جدا نفارس في المسلم ده ظاهرة مصر الأهلي الراصخ علي معلول وفيه ثبات وشخصية وإصرار على أنه هو فعلا لاعب تحس أنه هو بيصنع الفارق هتستعرض ده أحمد من خلال أرقامه تستعرض أرقامه وبعد ذلك هتروح لزاهرة أونس بوز هو علي معلول الموسم ده سجل ثمان أهداف وصنع سبع أهداف وده في أصعب دور يا فارس علي معلول بيساهم في خمستاشر هدف من أهداف النادي العالي وده رقم كبير جدا على ظاهير أيصر كمان محاولاته على المرمى كانت 34 محاولة وأرضياته النجاحة 51 عرضية دايما يا أحمد بقول حاجة أن الأرقام قيمتها أن هي تنعكس لمدلول بالظرر عايزين نشوف فعالية علي معلول تحولت لأرقام اتطبقت فعلا في المباريات كانت عاملة إزاي عشان نعرف فعلا حجم إسهام علي معلول للحقيقة التحقيق بطولة الدوري هنشوف أن لو ماتشك مع المصري كان ليه معنى مختلف عند الجمهور فعلي معلول صنع الهدف الأول أكيد طبعا صنع الهدف الأول في الفوز 2-0 لو أنت كسبت دجلة في مباراة صعبة جدا الدور الأول بهدف وحيد فكان علي معلول اللي صنع الهدف ده لو مباراة بيرامدز كانت حالة خاصة عند جمهور النادي الأهني وحتى حصل فيه إخفاق فيها فكان علي معلول هو اللي صنع الهدف الوحيد كانت جابها نشطة جدا جدا حتى لو كسبنا سموحة في الدور الأول 1-0 فعلي معلول هو اللي سجل الهدف مباراة دجلة يا أحمد الدور الثاني كانت أشرس وأصعب 2-1 هنلاقي علي معلول صنع هدف وسجل هدف جينا في حرس الحدود كسبنا بصعوبة 1-0 في مباراة ما كانش ينفع فيها فقدان أي نقاط علي معلول هو اللي صنع الهدف أكيد محتاج تكمل لنا أهداف علي معلول خصوصا قصاد الاتحاد ونستعرض باية أهداف ودي أهم مباراة من وجهة نظري لأن علي معلول في مباراة الاتحاد في الدقيقة 92 بيقرب نظوم فورتين وبيسجل هدف التقدم للنادي الأهلي وقتها المفوت كان في المباراة انتهي لكن رمضان صبح وصالح جمعة كان لهم رأي آخر وسجله الهدف الثاني وهنرجع للمباراة دي في الفقرة الجاية لكن خلونا نكمل أن في مباراة الجيش ودي نقطة أنا عايز أتكلم فيها فارس تحديدا مباراة الجيش واربطها بمباراة الترجل في مباراة الجيش مباراة صعبة جدا يمكن لعيبة في الجيش كانت بتلعب بمنتاج شراسة وطلعت بعد كده عقبت أنها كانت بتتمنى فعلا أنها تفكر النادي الأهل لأي نقاط لأنها كانت معارة من أندية أخرى علي معلول بيضيع ركلة جزاء في المباراة في وقت حساس جدا والنتيجة واحد واحد طبيعي أي لعب لو هو مش متماسك ومش بشخصية النادي الأهلي بيفقد أعصابه إلا أن علي معلول بالزبط رفض الكلام ده وفي الضيئة 88 تقريبا من على حدود منطقة الجزاء بيسدد هدف الفوز للنادي الأهلي وبيفكرني المباراة دي بمباراة الأهلي والترجل تخال أنت بتلعب في تونس علي معلول طبعا تونسي وبيتسبب يا فارس في رقل الجزاء في الشوت الأول فهو حس بالخطأ ده عشان ينزل الشوت التاني يقلب المباراة رأسا على عقب ويسجل هدف ويصنع الهدف التاني لأجياء وقتها وكان بيصنعه بجهة اليمين علي معلول وقت ما الطاقة أو فكرة خلاص الروح الفانية للحامرة بتحضر تلاقيه بيتحرك في أماكن ممكن ما تفوقعش أبدا أن تلاقي فيها علي معلول قصة هتلاقي في مطش الاتحاد واقف على حدود منطقة الجزاء وكوس منطقة الجزاء وبيصور ثماتش تلاقي الجيش وقف على حدود منطقة الجزاء كوس منطقة الجزاء وبيصور في وقت متأخر من المباراة وهنا نسمح لأقولك أن لولا ثقة علي معلول في التغطية اللي كان بيعملها واحد زي عمر السلية اللي قدى موسم جيد مع النادي الأهلي جداً ما كانش علي معلول يقدر يقف في الأماكن دي لكن السلية بتغطيته الممتازة على معلول قدى الثقة علي معلول أنه يتقدم في أماكن دون خوف على المنطقة بتاعته ما كانش علي معلول يقدر بعد كل ده إلا أنه يسيب بصمته في أهم لحظتين مباراة الحسم والتتويج قدام المقاولين بالضبط ومباراة الزمالك اللي علي معلول أراد أن ده يكون مسك الختام ويخرج بالنادي الأهلي من الباب الكبير رافع الرأس وانحقق بطولة الدوري وانفوز على نادي الزمالك ويبقى ختام مثالي لموسم كان فعلاً علي معلول ليه دور استثنائي فيه اجتهد عمل اللي عليه وحابب هنا أحيي مستر باترس كالتوريون اللي كان ليه دور مهم جداً جداً في تحول شخصية علي معلول لما ادى له الثقة وتعامل معاه كقائد جوه الملعب وفي رأيه أن علي معلول لعب فنياً أنت ما عندكش شك في إمكانياته ولكن كان ينقص فكرة أنه هو يندمج جوه النادي الأهلي بروح مختلفة وبعقلية مختلفة زي اللي هو عليها دلوقتي عشان يقوله الجمهور علي علي ادلع يا علي خاصة كمان أن علي معلول يتعرض في وقت من الأوقات أنا من وجهة نظر يزوره مزديد جداً أنه هو لم ينضم لقائمة منتخب تونس ودي كنا خايفين جداً نتأثر علي سلبياً لكن الحقيقة أثرت عليه إيجابياً ربا ضرت النفاع لدرجة أن كابتن حازمهام مثلاً طلع قال أن علي معلول أفضل لاعب في الموسم يمكن ده أثار غضب بعض لكن دي الحقيقة علي معلول بالفعل هو نجم الموسم في النادي الأهلي برغم أنه غاب فترات طويلة للإصابة ومن علي معلول وحمدي فتحي ننتقل للنقطة المضيئة الثلثة في الدور ده والموسم ده وهي فكرة أهداف اللحظات الأخيرة طبعاً النادي الأهلي واخد على أهداف اللحظات الأخيرة لازم نشيد باللعبين وبرحهم وإصرارهم على تحقيق الفوز أو حتى في بعض المورات كان إصرارهم على التعادل وتحقيق أهداف في الوقت نستعرض يا ريت أهداف النادي الأهلي تقريباً عشر أهداف من الديئة تسعين فيما بعد فيما بعد ظاهرة بلاس تسعين السنة دي كانت مختلفة تماماً عندنا الهدف الأول كان مباراة الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول محمد شريف الهدف ده أثر ضجة كبيرة جداً والناس مش مستوابة أن الكرة حصنة عد ربه حاول أنه يمتص الكرة فبالتالي ما يقبرتش أنها اختطاب الهدف الثاني هو هدف مباراة الداخلية والأهلي برضو في الديئة 95 وده كان في الأسبوع السادس الهدف الثالث كان هدف النادي الأهلي في مواجهة الاتحاد في الديئة 91 كان في الأسبوع العاشر ده أنا عايز أتكلم في نقطة الهدف ده كنا بتخرين 4-2 فارس ومع ذلك كنا بنحاول لغاية آخر دي وفعلاً أحرزنا هدف تالي لما بتكلم دي اللي كان فكرة بتكلم فيها مستر مانويل توائر التخسر بس لازم تقاتل لآخر اللحظة ودي النقط اللي بتصنع الفرج بعد كده بتبني عليها في مباراة تانية بالظبط نروح للهدف الرابع هدف الأهلي في النجوم في الديئة 93 والهدف الخامس هدف الأهلي في الداخلية ده كان في الأسبوع الثالث والعشرين وكان في الديئة 90 الهدف السادس كان الاتحاد قدام الأهلي في الديئة 92 وكان الهدف السابع الاتحاد قدام الأهلي في الديئة 99 هدي المباراة اللي احنا سجلنا فيها هدفين عايز أقول لك يا فارس إن محدش خد باله خالص أو تكلم عن هدف صالح جمعة مع إن مثلا الحكم كان حاسب خمس دايق أو تضيع والهدف جاء في الديئة 97 ما حد اشترع قال اتكلم أنتوا ليه زودتوا دقيقتين لأن كان علي معلول حاسم الأمر في الديئة 92 وده اللي هيخدنا لموضوع هنتكلم فيه في هدف سموحة لكن الأول الهدف الثامن الأهلي وإمبي في الديئة 94 والهدف التاسع الجيش والأهلي في الديئة 90 هما لسه لسه بالنصطر ده هدف الاتحاد التاني هدف صالح جمعة وده هدف الأهلي وإمبي في الديئة 94 هدف رائع وده هدف الجيش عالي يعني الدلعي عالي هدف الأهلي أمام الجيش في الديئة 90 هدف التاسع ثم الهدف بقى اللي عمل صدمة كبيرة جدا والناس مسكت العداد بالدقائق والثواني والساعات أعيز أقول لك برضو شوف علي معلول متواجد فين وهو اللي بيبدأ الهدف من عنده القرق لانك مش عايزة تدخل الإسرار مرة واتنين وقتا وتروح لجرالدو والحمد لله يوفق جرالدو في إحراز هدف هدف تتكلموا عنه كتير جدا نفارس طبعا وتكلموا عن الوقت الضايع وتجاهلوا تماما فكرة إن في لعب من سموحة وقع داخل المرمى ضايع حوالي دقيقة ونص أو دقيقتين أكتر من دقيقة ونص وكأن مش عايزين الحكم يزود الوقت ده في الوقت مثلا إن لما بيتحسب خمس دقائق في إمبارات الجونة والهدف بيجي في الديئة الستة الأمر بيكون عادي وبيكون الروح وإسرار فكرة الهدف الوقت الأخيرة اتقررت برضو مع عندها أخرى للنادي الأهلي لكن في فرق بين لعيبة بيعندها إسرار بتكراره أكتر من مرة وبتصنع الفرق وبتحقق بطولة ناس تانية بتقعد تدي مبررات عن التحكيم والوقت الضايع برغم أن أنت لك وجهة نظر فكرة الوقت الضايع ووقت الضايع كان فيه نظرية يعني أحد المنتمين لنادي الزمالك كان بيتكلم بيقول لو عملنا إحصائية جبنا فيها الوقت الضايع على مدار تاريخ الكرة المصرية في بطولة الدوري والكاس هنكتشف أن النادي الأهلي هو أكتر فريق اتحسب لوقت بدل ضايع وفعلا لو عملنا إحصائية أنا بأكد حنلاقي النادي الأهلي وأكتر فريق حسب لوقت بدل ضايع لسبب وحيد لأن النادي الأهلي هو الفريق الوحيد في بطولتين الدوري والكاس اللي بيبدأ الفريق الآخر المنافس أيا كان اسمه مين هو بيضيع وقت معاه من بداية المباراة وبيلعب أن هدف سواء في الدوري التعادل أو أنه يطول مباراة الكاس الأكبر وقت ممكن فبالتالي دي مش حجة عن النادي الأهلي في أي حاجة ولكن الحكمة والعبرة باستغلال الوقت بدل ضايع المكان الوحيد اللي ممكن تلاقي فيه التعامل مع الوقت بدل ضايع بالشكل ده هو النادي الأهلي شيء حصري ومستحيل الجنات دي تنتقل لأي حاجة والسالة بقى لازم نوجهها لكل الأندية بلا استثناء اللي بتضيع وقته قدام النادي الأهلي لازم تفهم أن النادي الأهلي لا يؤمن مكره وده حتى تقال التصريح لعب الداخلية وقتها وقعد على دكرة الاحتياط إسلام جابر صح؟ نطلع نشوف إسلام جابر قال إيه ونرجع نعقب تعركيب مصير علي أنا كنت تعدم برح في المواسكر بقول لهم أنا حاس ليحنا نكسب اتنين واحد أنا حاس يعني إحنا حاس ليحنا مركزين وكويسين فليه ما نكسبش؟ فهم بيقولوا البونت كويس قلت لهم طبع البونت كويس من النادي النادي كبير قلت لهم إن شاء الله الموتش هي يخلص كده فقالوا لي لا الأهل بتاع الدكرة كل دي حوارات على الدكرة ده دار بينك وبين مين؟ ما بين أنا والإداري والدكتور قالوا ليك الأهل بتاع الدكرة قالوا لك يا إسلام الأهل بتاع ديه 95 الغريبة يا إسلام وإنت كنت أحد مشجعين للنادي الأهلي ما تكونش عارف إن ده روح للنادي الأهلي وإن النادي الأهلي لغاية صفارة الحكم لازم تاخد بالك منه أكيد تغيير لون التشيرت أكيد لازم تتعلم بقى الدرس ده يا فانس نتمنى بقى بعد ما كابتن إسلام انتقل لفريق جديد وعرف النصيحة دي ينقلها الزميله إن النادي الأهلي حسب ما عارفة الوقت بضاية ضاية بالضبط كده ودي كانت آخر فقرتنا النهاردة انتظروا الفقرة الجاية عشان هيكون فيها كلام كبير جدا فاصل ونرجع أهلا بحراتكم من جديد وفقرة كلها قوة كلها سخونة فقرة رومونتادة واضح طبعا أن المصطلح ده بنستخدمه في فقرة القدم لنكون متأخرين بهدف أو بهدفين وبنرجع تاني نعمل رومونتادة وبنحقق الفوز الفقرة دي بالفعل يكون عبارة عن رد على كل من يتطاول أو يتجاوز أو يشكك في أي شيء يخص النادي الأهلي خاصة أن البعض ادعى الفترة الأخيرة إن في بطلات بتروح هنا وبطلات بتروح هنا وإنتوا عارفين البطلات دي بتروح إزاي والكلام ده كله كان موجه لمجاملة اتحاد القرى لكن حد فقر يسأل نفسه هل بالفعل فارس اتحاد القرى جامل للنادي الأهلي ولا جامل أنديها أخرى الفقرة دي معانا كمنتدى الفوز فيها مضمون نعملنا كل اللي بيتقال الوسائق تقدروا ترجعوها وتقدروا ترجعو لها عشان تطيقنوا أن احنا بالرد بالوسائق مش بالكلام المرسل أول حاجة معانا بما أن اتحاد القرى هل اتحاد القرى جامل لنادي الأهلي أم جامل أنديها أخرى نشوف اتحاد القرى وهو الفيفا بيختروا بتهديد خصم ست نقاط من الزمالك في الخطاب اللي جاء في 19 سبعة واللي الدمهل يا أحمد ستين يوم لحد 19 تسعة وإلا هيخصم ست نقاط من الزمالك وهدد فيها الاتحاد المحلي بإقافه عن المشاركة في أنشطة الدولية ما لم يلتزم بالقرار طب هنشوف هل نادي الزمالك سدد الغرامة في الموعد المحدد يش دي بس المشكلة هو نادي الزمالك هو اللي دفع أصلا فلوس الغرامة ولا اتحاد القرى اللي وقف على مسافة واحدة كان ليه رأي آخر هو الحقيقة لا نادي الزمالك دفع ولا اتدفعت أصلا في المدة القانونية كل اللي حصل أن نادي الزمالك وست نقاط ما تخصموش لا مش هتخصموش كل اللي حصل أن نادي الزمالك بتاريخ 3 أكتوبر يعني بعد أصلا كمان المهلة بستين يوم بعت الاتحاد القرى كطاب بيطالبوا فيه أنه هو يسدد عنه المبلغ اللي الفيفا طالبه نظير اللعب كريم الحسن واللعب إليكسس من دومه واللعب منول أجوب الغريب أن الزمالك بيقوا بيحط يعني بيستعرض الأمر في الكطاب بيقول إيه بيقول نرجو من سيدادكم سيداد دفعات مالية إلى هؤلاء اللعبين خاصما من مستحقتنا لديكم الوردة إلى الاتحاد بالدولار من الاتحاد الدولة لقراء القدم بسبب مشاركة لعيب نادي الزمالك في كأس العالم وتكون تلك الدفعات بالأولوية والمبالغ التالية وحدد الكريم الحسن 300 ألف دولار ومنضومه 150 ومنول أجوبه 150 الحقيقة فارس الكلام ده كان في تاريخ 3 أكتوبر بس هو هنا السؤال بغض النظر بقى هو المبلغ الدفع ولا لا والدفع في المدة الزمانية ولا وبغض النظر حتى أن اختف نادي الزمالك بيقول إذا كان هناك مديونية على نادي الزمالك بالعملة المحلية نرجو تأجيلها مؤقتاً هو هنا السؤال هو أساساً الفلوس بتاعة مشاركة اللاعبين في الأندية كانت وصلة من الفيفا؟ الغريب في الأمر أن الفيفا ما أعلنش أنه هو أرسل المستحقات بتاعة مشاركة الأندية في بطولة كاس العالم مشاركة اللاعبين الخاصين بالأندية في بطولة كاس العالم إلا في 4-12 بعد ما غرامت الزمالك كانت تسددت من اتحاد الكورة اللي لبى النداء بصدر راحب لنادي الزمالك وحب يخرجه من الورطة دي بشكل غريب جداً غير احترافي وغير محايد وبيلعب دور ما كانش دوره أبداً ومش عادل تجاه كل الأندية لا أول كابتن سروة سويلم كان بيقول أو المدير التنفيذي سروة سويلم كان بيقول أن الاتحاد وعف على مسافة واحدة ولو أي نادي موجود في الزرف اللي كان فيه نادي زمالك كان هيدعمه لكن الحقيقة الكلام ده ما حصلش مع النادي الإسماعيلي لما تخصم منه 6 نقاط كان اتحاد الكورة وقتها لا أرى لا أسمع لا أتكلم وعشان بس جميع الإسماعيلي ما يحسش بأنها مظلومة لا الاتحاد أصلاً يا فارس مع الإسماعيلي فأزمته الأفريقية خلى الاتحاد الأفريقي يتراجع عن استبعاد الإسماعيلي من البطولة طبعاً بالوسطاته طبعاً بفكرة أننا نسبة أن الإسماعيلي أو جميع الإسماعيلي ما كانتش مدنة لكن في النهاية تراجع الكاف عن عقوبة نادي الإسماعيلي وأنا من وجهة نظر دي كان بالنسبة لي أول تراجع أشوفه في عقوبة صارمة خاصةً من الكاف عقوباته بتتنفذ طبعاً لكن هل ده حصل بقى مع النادي الأهلي في أزمته مع الترجي ما حصلش الكلام ده سبنا المدير الفني للنادي الأهلي يتم إهانته من قبل الكاف سبنا لعب وليد أزمته بيتم عقوبته أنا بسميها العقوبة الزكية لأن التعاقب مقراتين فقط لغير فبيمنع النادي الأهلي من أنه يعمل يا فارس أي استشكال عن الموضوع أو أنه يوقف الموضوع فبالتالي حرمه من لعب مقرات النهائي أمام الترجي والنادي الأهلي لوقع شهيرة في بيانه أدان عدم مسندة اتحاد الكرة بأي شكل من الأشكال وأدان وقفه وقوفه صامتاً بيتفرج على المشهد عشان المشهد خرج بشكل غريب جداً لو جينا ركتدنا الصورة كلها جنب بعضها وشفناها هنتأكد أن مستحيل يكون الاتحاد كان على مسافة واحدة من الأندية ولو هنتكلم عن مجاملات تمت مع الأندية مستحيل تكون مع النادي الأهلي هل الأعضاء الموجودين هل أنتك تستشعر فيهم أصلاً في ميل كده للنادي الأهلي خلينا نتكلم عن كابتنا هم مش بير في الآخر لكن هل الأعضاء الموجودين فيهم ميل للنادي الأهلي تعالوا كده نستار التصريحات أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اللي هم المؤثرين في صنع القرار هنبدأ بالأستاذ كرم كوردي ونشوف الفيديو الخاص بمبادئ النادي الأهلي كيف يرى كرم كوردي النادي الأهلي أخيراً أريد بيان كابت المحول الخطيب لترشل أخيراً أريدهم هذا رأيك؟ بيان عقلاني جداً مش شايف أن فيه عب إن هو الجزء اللي هو مخاوف على قيم ومبادئ الأهلي انت رشحت بسبب المخاوف على قيم ومبادئ النادي الأهلي يعني بص ما هو قول لحضرتك حاجة يعني ما هو دائما النادي الأهلي دائماً يتشدق بموضوع قيم ومبادئ ومش عارف إيه لكن إحنا إحنا اللي في المجال ما إحنا عارفين إنه هو من بره الله من جوا يعلم الله بالأخر كلام صعب جداً وأنا بأكد طبعاً من حق الأستاذ كرم كردي يكلم يقوله وانتماءاته ده شيء مختلف تماماً عن إن أنا أتكلم إن النادي الأهلي بتشدق بمبادئه وأنا طرف إزاي أكون خصم وحكم في نفس الوقت وإزاي أنال من مبادئ النادي الأهلي بالشكل ده وإزاي أتكلم عن النادي الأهلي من منظور ده ومن الصورة دي اللي بيتكلم بالشكل ده وشايف النادي الأهلي كده هل على طرابسة الاجتماعات هيكون وجهة نظره مساندة للنادي الأهلي هل تعتقد إنه ميولو حتكون أهلوية؟ طب محمد أسامة حيقول لنا دلوقتي ميولو كانت إيه يا حبي؟ ده الموضوع إنه أصلاً عنده فيديو بيتمنى فيه بطل الدوري تعال نسمع كان بيتمنى مين بطل الدوري ونرجع تلك من هو بطل الدوري هذا الموسم؟ نقدر نحدده ألا صعب؟ والله أنا خافي باب برامان أنا بكلبك كمشجع مصري حتى الآن الزمالك هو اللي في المشهد أكتر وأتمنى طبعاً لأنه يعني ده شيء قادر بلد كويس للكورة إنه مش بقصري واحد محتكر بطولة الدوري في صراحة مبرر جميل جداً وأمنياته إن الزمالك يفوز بالدوري مش عشان لهو زمالكوي ولا ولاده زمالكوي زي مؤعلن لا ده هو عشان فريق جديد غير النادي الأهلي مبقاش محتكر الدوري وكأن فريق برامان مثلاً عنده 39 دوري مع النادي الأهلي فالزمالك هو الأهل فيودي البطولة في اتجاه الزمالك تبريد غريب جداً أفاس شيء غريب يا أحمد والأغرب كمان فكرة إن أنا أتحدى إن أي إعلام سواء منتمي لأنديها منافسة أو إعلام محايد يجيب أي تصريح لعضو في اتحاد الكرة كان بيتكلم عن النادي الأهلي بأي شكل إنه هو يتمنى بطولة وهو على رأس الاتحاد وحنروح بعد كده حنشوف موقف أعضاء النادي الأهلي وكابتن شوبير كان إيه عشان إحنا بيّننا في الفقرة دي وحابي بقول حاجة يا أحمد مختلفة تماماً من كواليس التحضير للحلقة دي إحنا حبينا نتكلم في فكرة لجنة الانضباط بتاعت الاتحاد الأفريقي والعقوبات اللي خرجت على النادي الأهلي وجمهوره واللي كان موجود في لجنة الانضباط الأستاذ كرم كردي ولكن فريق إعدادنا غمري وقيشو وشادي صبري كلهم رأي آخر إن إحنا ما ينفعش يا أحمد نستعرض حاجة ما فيش دليل إنه هو وجه رأي معين بشكل معين واحترمنا ده وقلنا حنذكر الفقرة دي إن إحنا ما بندنش أستاذ كرم كردي فيها بأي حاجة ولكن بنتكلم إن المنطق بتاعنا بنتكلم بالأدلة والبراغين على العكس في برامج تانية بتتكلم من البداية للنهاية بكلام مرسل وده مش هتلاقوه أبدا معنا وحدينا بس نعرفكو إزاي إحنا بنشتغل وإزاي بنقدم شكل مختلف تماني ده إنت لو الآن الفكر التماني لإستاذ كرم كردي فوز الزمالك طب ما تيجوا نسمع اللي أعلن أصلا مساندته ودعمه للزمالك في أوقات غريبة جدا أستاذ أحمد مجاهد وقال له عمر باشيل الناس على راف وقال له كيف لا أنا عمرك ما تخدمت والله خدمت ناد الزمالك أخت الله أنا معيد أحمد علي الساعة 12 ربع مساءً حصل التجول إيه اللي عمدتك غلق يا 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 إسمع عندك موعيد يا أيام حضرتك أيام حضرتك أحمد سمير فرق حضرتك بعد عشان التوقعات ما تعملتش بالتمانين ألف جنيب طول قيد أيدنا لحضرتك عمر جمال آخر يوم في أفريقيا إيه اللي ودك إسمع بس الله عمر جمال طب سبناك أقول لحضرتك عوضح لحضرتك نقطة بس عمر جمال آخر يوم في قيد أفريقيا عمر جمال في رسوم سبعمائة وشوية ألف للزمالك إحنا ماوقفناش القيد عشان الزمالك يهل حيات في أفريقيا وعمر جمال دي بينا عفل الزمال وعمر جمال دي بينا عفل الزمال لا مليش دعوه أنه مشي أنا بتكلم لما جيت تعيه أستاذ أحمد مجاهد بيقوم بدور أقرب لفيلم المهمة المستحيلة ودور توم كروز وهو بينزل وبيسجل وبيعمل وبيقيد لعدين في أوقات ما كانش ينفع فيها القيد باعترافات مسؤول في اتحاد الكورة واعترافات اللعب نفسه واعترافات اللعب نفسه لليه فيديو مش هنستعرضه عشان الوقت ولكن نعتقد أن النادي الأهلي كده لسه بيتجامل ولا فيه كمان من رأس منظومة الاتحاد يا أحمد نروح بقى الأستاذ هانا بوريدا رئيس الاتحاد ونشوف رأيوه إيه كنت أخشى الاستضام بمحمود طهر مرتضى منصور كرب كوردي لا مرتضى طبعا تخشى الاستضام بي مرتضى بيش حدي جنبه الاستضام بي صعب تخشى الاستضام بي لأ أنا ماقولي أنه فضيحة أعتقد تصرحات واضحة جدا لمسؤولي اتحاد كرة القدم وأنا عارف أن فيه ناس هتقول طب ما أنت عندك كابتن أحمد شبير كابتن أحمد شبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم إزاي تجنبه من فكرة أنه ممكن يجامل النادي الأهلي الحقيقة كابتن أحمد شبير كان له مواقف واضحة جدا يمكن كمان أزمة مباراة الزمالك والإنتاج اللي تأجلت من 1 مايو ل 15 مايو ل 30 مايو كان الكابتن أحمد شبير أول تأجيل لها 1 مايو كان طلب تعهد من نادي الزمالك مكتوب بلعب مباريات بتاريخ 9 بتاريخ 12 بتاريخ 15 هل نادي الزمالك لعب مباراة الإنتاج الحرب يا فارس؟ لا طبعا مباراة الإنتاج الحربي ما تلعبتش ولعب الزمالك يومي 19 ورغم حرص كابتن أحمد شبير وهنا شيء مايخصش مصالح النادي الأهلي بقدر ما هو حريص على المصابقة ما تنفس الالتزام بالخطاب اللي بناء عليه اتأجلت مباراة الإنتاج الأول قبل مباراة نهات بركان وما تلعبش المباراة بعد كده وتلعب مبارايتين بس من الثلاثة الأقر نادي الزمالك بلعبهم في حاجة كمان حابين نقولها لكابتن شبير لأن احنا عصرنا في وقت ما كنا بدأنا ندخل مدرج فكرة كابتن أحمد شبير كان ليه موقف شهير جدا في 2006 لما رفض تأجيل مباراة أمبي في الدوري قبل مباراة الصفاقسي وأصار غضب جمهور النادي الأهلي بشكل مش طبيعي وقتها ولكن كابتن أحمد شبير كان ليه موقف واضح من زمان الموقف اللي خص مصلحة المسابقة مش لأي طرف وحنستعرض كمان لأن كابتن أحمد شبير ليس دفاعا عنه نالوا منه كتير قوي لا ولنال الخبر ده الأستاذ إسلام صادق إسلام صادق كان في المصر اليوم وقتها هو اللي قال فكرة معارضة كابتن أحمد للتأجيل وكانت مشكلة مع كابتن سامير زاهر وقتها كابتن أحمد شبير لأن نالوا منه كتير قوي وليس دفاعا عنه والله ولكن دفاعا عن فكرة إن مش معقولا أن الشخص اللي بيتكلم في مصلحة المسابقة هو اللاجئ أحوله إن هو قرارضة جمع أجازة في تهد الكرة وهو موجود في القائمة على سبيل التأقلم فقط لا غير ومش حيلعب مبالات بكرة واللي موجودين في القائمة بكرة 19 مش من ضمنهم في 18 جرالد أعتقد فيديو واضح جدا أو تصريح واضح جدا من كابتن أحمد شبير إن الأهلي مش هادر يقايد جرالدو يوم الجمعة لأن يوم الجمعة أجازة لكن اتأيدت لعيبة تانية في أندية تانية ويمكن عبدالله سعيد اتأيد اليوم ده وصنع الفارق وفاز نادي برامدز على النادي الأهلي بوجود عبدالله سعيد يمكن أحرز هدف وعمل أسست فلو كان كابتن أحمد شبير عايز يجامل نادي الأهلي كان يقدر يمنع ده زي ما كان بيقول إن الجمعة أجازة الغريب كمان إن كابتن أحمد شبير في أزمة المؤجلات لما انفجرت في نهاية شهر مايو الأستاذ هانا بوريدا شكل لجنة برئاسة كابتن أحمد شبير اللجنة دي المفروض قاعدت بحثت وكان موجود منصق من الاتحاد وكان موجود الحج عامل حسين وقاله خلال يومين هيطلع جدول جديد في محاولة إنهاء الدوري قبل أمم أفريقيا أو قبل معسكر اندمام المنتخب إيه اللي حصل مع اللجنة دي؟ تعالوا نشوف تصرحات كابتن أحمد شبير والحج عامل حسين الحقيقة قدينا فرصة كبيرة إن إحنا نحل أكثر من المشكلة وكان فيه تصهور أنا اشتغلت فيه وحضرته على إن متوقف كل الكلام دو تعالى مؤفد مستراجيه ومصلحة المنتخب الوطني إنما النهارده ما اتصلت بالمواندج حانيه مثلما كابتن هاني يعلن سلاجير رافض النعوة يلغبط المعسكر بتاعه وبالتالي لما كابتن هاني يعلن كده فبعدت للأنبياء وأعلنتني إحنا على الجدول اللي إحنا نطلعناه في الآخر حتى اللجنة اللي تشكلت برئاسة كابتن أحمد شوبير حققت أهداف مختلفة تماما عن أهداف النادي الأهلي وأعلنت فشلها في النهية تنفذ مش بيان النادي الأهلي تنفذ إنقاذ المسابقة ورجعت المسابقة استقنفت ده إحنا عايزين نسمع أصلا الكابتن أحمد شوبير باقي بنفسه هو بيعاني الأضرار اللي إنت بطلعه مظبوط مظبوط نسمع كابتن أحمد شوبير بالنسبة للدور المصري ومشاكله الحقيقة والإعلان المفاجئ والمباغت بقول كلامه أنا بعنيه من لجنة المسابقات على عكس قرار اتحاد كرة القدم المصري وبقول كلام أنا مسؤول عنه تماما إعلان غير قرار مجلس الإدارة خالص بجدور الدوري الغريب لأنه كان فيه لجنة مشكلة وكان فيه مجلس الإدارة واتخذ القرارات ثم فوجي الجميع وأقولهم أعضاء مجلس الإدارة بقرارات غير بجدور من لجنة المسابقات أو بترتيب مباراة غير اللي تم في مجلس الإدارة ثم فوجي الجميع بترتيب مختلف تماما عن ما تم الاستقرار عليه حتى دي مش هتقدروا تقوله ولا حتى تدعوا أنها تنفزت بشكل يخدم مصالح النادي الأهلي لأن فيما بعد بطولة كأس الأمم استقنفت المسابقة على فكرة حابين كمان نفكركم أن كابتن أحمد شبير توقع فوز الزمالك ببطولة الدوري مما أثار غضب جمهور النادي الأهلي وهنا بنقول توقع وليس تمنى زي ما عمل أستاذ كرم كوردي أحديدا الزمالك يقترب من درع الدوري بعد فوز الزمالك على المقصة كان تقريبا بقى 17 أسبوع تقريبا على المسابقة فكان كابتن أحمد شبير توقع أن الدوري يقترب من الزمالك الحقيقة قادي كابتن أحمد شبير أنا يمكن فاكر جدا فارس بعد اللجنة دي طلع الكابتن متحد شارج وقال تحديدا أن اللجنة دي اتحطت كده كديكور ما عملتش أي حاجة خالص فيما يعني أن ما كانش فيه أي سلطة للكابتن أحمد شبير في خدمة النادي الأهلي بل بالعكس هو كان بيخدم اللي هم عطرفوا بيه بعد كده وقالوا أن احنا تضرينا لما الدوري تم استكماله بعد أمم أفريقيا حابب يا أحمد أكد أن قناة النادي الأهلي قدمت ردود متكاملة مبارح ملك وكتابة شفنا وهو بيرد على قضية المؤجلات والنهاردة ردينا على فكرة مجاملة اتحاد الكرة للنادي الأهلي واعتقد كل الوسائط موجودة وكل اللي قلناها بأدلته لو عندك ردود من غير كلام مرسل قلوها وبرضو هنعمل مرة تانية رمونتادة أعتقد الأمر بقى متضح جدا في قضية اتحاد الكرة وأعتقد بقى واضح مين اللي تجامل وأعتقد أن مش احنا اللي هنرمي كلام مرسل وقول أصل البطولة بتروح هنا أو بتروح هنا عشان ما انتوا عارفين لا لو احنا فتحنا مصار البطولات وتكلمنا ببطولات حلال وحرام مش هتعرفوا تعملوا منتدى علينا نتمنى نكون وفقنا في حلقة النهاردة وغير الحلقة الأولى لنا ونتمنى كل الدعم من جمهور النادي الأهلي وفي انتظار أي حد احنا هندافع عن النادي الأهلي وده ملعبنا ولكن بقواننا احنا القوانين اللي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات النادي الأهلي احنا عندنا ما فيش أدنى مشكلة انك تتناول النادي الأهلي احنا كده كده مشتركين تحت اتحاد واحد لكن احنا مشكلتنا في التطول لو انت قادر تعمل التطول ده احنا اكيد مش هنقدر فارس ومش هنرد بالطريقة دي احنا هنرد بالمنهج اللي انتوا شكتوه في أول حلقة وان شاء الله هو اللي تكمل معنا الآخر بنشكر مخرجنا عمارة وبنشكر فريق اعدادنا قيشو وشادي صبري وغمري وان شاء الله نلتقيكم في حلقات فيها حاجات أفضل كمان بكتير جدا ان شاء الله ان شاء الله ساعدت بيك فارس في أول حلقة انا يا احمد سلام